بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الترند حالة النهاردة بالتأكيد جاية قبل ساعات قليلة من مباراة امبي والاهلي في الدور العام المباراة الثانية للجنوب افريقي المدير الفني للنادي الاهلي بيتسو موسماني بالتأكيد النهاردة عندنا مباراة مهمة رغم ان حسم الدوري والدوري انتهى رسميا الاهلي بطل الدرع رقم 42 لكن بالتأكيد فيه متابعة مهمة جدا للفريق خلال الفترة الحالية قبل مباراة الوداد ان شاء الله يوم 17 من اكتوبر في الشهر الجاري لكن سريعا نبدأ النهاردة من اول حاجة في حلقتنا وسؤال حلقة النهاردة توقعاتكم لنتيجة مباراة امبي والاهلي شاركونا عبر صفحات القناة على السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وبالتأكيد في نهاية الحلقة هنعرض كل اجاباتكم ومشاركتكم على هذا السؤال وتوقعاتكم بالتأكيد على اجابة هذا السؤال لكن محتاجين ندخل بسرعة في عنوين الحلقة وندخل ونشوف ترندات النهاردة وعنوين حلقة النهاردة من برنامج الترند في ترند الاهلي الفريل الاول يواجه امبي الليلة في الجولة 32 للدوري كمان في ترند الاهلي الخطيب يفتتح مجمع البنوك الوطنية بفرع زايد وفي ترند العالمي الصحافة الانجليزية تصف محمد صلاح بالبطل بعد انقاذه مشردة طبعا نهاردة عندنا تفاصيل كثيرة لكن نهاردة ايضا كمان في مباريات مهمة جدا اول اللقاءات او اولى المباريات مباريات بيرامدز ونادي افسي مصر في حدود الساعة الخامسة والنصف يعني بتحاولي نصف ساعة من دلوقتي بالتأكيد مباراة مهمة جدا بالنسبة لنادي بيرامدز بينافس على الوصافة والمركز التاني املا في المشاركة في دورة ابطال افريقيا الموسم القادم ايضا كمان المباراة المرتقبة اللي بتهمنا بشكل كبير مباراة امبي والاهلي الساعة 8 على ملعب الاهلي والسلام وكل التوفية رب للنادي الاهلي للخروج بهذه المباراة بنتيجة ايجابية بالنسبة للمرحلة القادمة عشان يكون فيه معنويات كويسة وجيدة قبل مباراة الوداد في البطولة الافريقية في الظل ان قائمة النهاردة بعد ما اعلنها بيتسو موسماني بتضم تم اللاعبين من قطاع الناشئين في النادي الاهلي اخرج لفاصل وبعد الفاصل ترند الترند وعندنا مجموعة من الاخبار والعناوين الاخبارية المهمة لكل مشاهدي قناة الاهلي اهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند فقرة ترند الترند النهاردة بنحاول نقول فيها مجموعة من الاخبار السريعة لكنها اخبار حصرية لكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان كيفين جونسون المدير الفني السابق لعدد من الاندية في جنوب افريقيا وعمل في العديد من الاندية في جنوب افريقيا وبالتأكيد سيكون المدرب العام مع بيتسو موسماني في الجهاز الفني الحال الذي يقود النادي الاهلي وصل فجر اليوم الى القاهرة وعقد عدة اجتماعات مع بيتسو موسماني صباح اليوم وبالتأكيد اكتمل عقد الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسماني وسيكون كيفين جونسون المدرب العام في الجهاز الفني خلال الفترة القادمة وبالتالي خلال الفترة القادمة الجهاز الفن هيكون بقى عنده شغل بالنسبة للمباريات المتبقية قبل السفر إلى المغرب يوم 13 أكتوبر استعدادا لمواجهة الوداد في زهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أيضا كمان خبر مهم تاني معنا محمد محمود نجم خط وسط النادي الأهلي غادر المستشفى بالأمس بعد إجراءه جراحة في غدروف الرجبة ألف مليون سلام عليك يا محمد المؤمن دايما مصاب لكن بإذن الله خلال الفترة القادمة بإذن الله تعود سريعا والكل بلا استثناء جمالي النادي الأهلي كلها بتطمن عليك والنهاردة حتى السوشيال ميديا كلها كانت بتسأل على حالة محمد محمود أجرى الجراحة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز في إحدى المستشفيات هنا في القاهرة وخلال الفترة القادمة سيتم تحديد البرنامج التأهيلي من أجل تجهيز واستعادة محمد محمود إن شاء الله في الفترة القادمة أيضا كمان من الأخبار المهمة معي أن فيه جوالات تفتيشية الاتحاد الإفريقي لقرة القدم بيقوم بيها خلال الفترة الحالية لزيارة الملاعب الأندية التي ستشارك في دور أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة هذه الجوالات بتتم من خلال إدارة الترخيص لكل اتحاد محلي بيشرف بشكل عام مع مندوب موجود من الاتحاد الإفريقي لمتابعة الحالة الإنشائية والمعايير البنية التحتية للملاعب التي سيلعب عليها مبريات دور أبطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية خلال أعام القادمة حتى هذه اللحظة هناك سبع دول ملاعبها لم تلتزم بالمعايير البنية التحتية التي كان وضحها الاتحاد الإفريقي قبل ثلاثة أشهر من الآن أفريقيا الوسطى، مزمبيق، زمبابوي، أغندا، الجزائر، تونس، بنين وفي هذه اللحظات هناك جولة تفتيشية من الاتحاد الإفريقي من خلال إدارة الترخيص في الاتحاد المصري لقرة القدم للتفتيش على ملعب الأهل الرسمي الذي سيلعب عليه مباريات دور أبطال إفريقيا الفترة القدم هذه الجولة حاليا في استاذ الأهل والسلام لتطبيق المعايير الموجودة على ملعب المباراة لكي يشارك الأهل على هذا الملعب بعد اعتماده رسميا من الاتحاد الإفريقي للمشاركة في دور أبطال إفريقيا الموسم القدم ده بيتم في الفترة الحالية مع النادي الأهلي ويكون في جولات أخرى مع الأندية المصرية اللي بالتأكيد هتشارك الفترة الجاية في دور الأبطال وكأس الكون فيدرالية مهم جدا هذا الأمر وده اللي كنا تكلمنا عليه من فترة مسألة الترخيص الأندية النادي الأهلي كان قدم الملف الرسمي بتاعه قبل المعادل قانوني 39 وفي هذه الأثناء وفي هذه الفترة بيتم مراجعة كل هذه الإجراءات وكل هذه الأوراق قبل الإعلان الرسمي يوم 20 أكتوبر 20 أكتوبر هيكون الإعلان الرسمي من قبل الاتحاد الإفريقي على الأندية التي استوفت الشروط الرسمية في ليحة الترخيص سواء للملاعب سواء للليحة المالية سواء للليحة الإدارية الليحة الطبية كل المعايير القانونية اللي وضحها الاتحاد الإفريقي الحمد للنادي الأهلي ملتزم بشكل 100% ومعها رخصة رسمية وحاليا بيتم مراجعة كل هذه المعايير في البنية التحتية تحديدا على استاد الأهلي وي السلام وبطبعا استاد الأهلي وي السلام بيطبق المعايير بنسبة 100% وسيكون ملعب الأهلي الرسمي في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم أيضا كمان آخر حاجة نهاردة الاتحاد الإفريقي لقرة القدم في بياننا رسمي أشار اللي أن السلطات المحلية والصحية في المغرب فرضت بعض القيود على الحضور الإعلامي لمباريات نصف نهائي دوري الأبطال وكأس الكنفيدرالية مباراة الوداد والأهلي الرجاء والزمالك نهضة بركان وحسنية أغادير بيراميدز وحرية كونكري لن يكون هناك حضور إعلامي وسيكتفي الحضور بشخصين فقط لكل وسيلة إعلامية تبعة لكل فريق صحفي ومصور والمؤتمر الصحفي قبل المباراة وبعد المباراة سيتم إزعته افتراضيا عبر المرصات الرقمية للوسائل الإعلامية الخاصة بالاتحاد الإفريقي سواء على الفيسبوك أو تويتر أو حتى انستجرام طبعا ده بسبب انتشار فيروس كورونا والحظر الطبي والحظر الصحي اللي موجود حاليا في المغرب ألف مليون سلام على الشقان هناك وبإذن الله الفترة القادمة تكون يعني أفضل من الفترات السابقة ونتابع مباراة بشكل طيب في البطولات الإفريقية تلك هي عنوين سريعة لعدد من الأخبار الحصرية والأخبار المهمة اللي بالتأكيد تهم كل مشاهدي قناة الأهلي أخرج إلى الفاصل وبعد الفاصل ترند الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد وترند الأهلي طبعا مباراة النهاردة مباراة أمبي والأهلي في الدور العام مباراة بيرة جدا لأن أمبي من الفرق اللي منذ أن صعدت للدور الممتاز حوالي 15 سنة عملت نتائج جيدة جدا الأهلي وأمبي لعبوا في الدوري 34 مباراة أنا أستعرض معكم تاريخ مواجهات الفريقين لكن في الدوري فقط 34 مباراة الأهلي فاس في 23 أمبي فاس في أربع مواجهات وتعادلوا الفريقين حوالي سبع مباراة الأهلي أحرز 62 هدف في شباك أمبي بينما أمبي أحرز 33 هدف في شباك الأهلي طبعا الغلبة والكلمة العليا للنادي الأهلي في مباراة أمبي خلال الفترات السابقة لكن عموما في النهاية الملعب و11 لعب داخل الملعب كل واحد بقى بيبقى لي طريقة لعبه معينة وإسلوب معين وفي النهاية الأرقام شيء لكن أرض الملعب بالتأكيد محتاجة مجهود وأداء شيء تاني خالص طيب نروح لتريند الأهلي ونشوف معنا النهاردة إيه عنوين من خلال السوشيال ميدي أول حاجة من الصفحة الرسمية ليلا كورة طبعا الصفحة الرسمية على الفيسبوك اتكلمت على التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام أمبي النهاردة في الدوري وقالوا أن مروان محسن هيقود خط الهجوم والتشكيل على لطف في حراسة المرمى خط الظهر من الليمين للشمال أحمد فتح زاهير أيمن أيمن أشرف زاهير أيصر حمد فتح ومحمد هاني اتنين مساكين أمامهم اتنين وسط ارتكاز عمر السلية وأليو ديانج أمامهم صانع ألعاب أفشة وسلاسي هجومي جونير أجاييه وحسين الشحات ومروان محسن طيب الصفحة الرسمية لسوبر كورة أيضا كمان بتتكلم على التشكيل المتوقع اللي ممكن للأهلي يلعب به النهاردة علي لطف في حراسة المرمى خط الظهر من الليمين الشمال يمكن حطوا هنا محمد هاني زاهير أيمن وحطوا أحمد فتح زاهير أيصر زي ما حدث في مباراة المقولين حمد فتح وأيمن أشرف اتنين ارتكاز ويمكن الكل طبعا بيأكد على فكرة حمد فتح هيكون في خط الدفاع أليو ديانج والسلية في وسط الملعب أمامهم حسين الشحات وجونير أجاييه وحمود كهربا ومروان محسن في خط الهجوم طيب برضو ممكن نروح دلوقتي نتطمن على حالة الأهلي والاستعداد من داخل فندق الإقامة بينضم لي عبر التيفيو لايف الزميل العزيزة فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهل عشان نتطمن منه على آخر الاستعدادات والأجواء من فندق الإقامة قبل التحرك إلى استاد الأهلي والسلام مساء الخير يا فاروق مساء الخير عليك يا محمد وكل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طمني على الأحوال والأجواء عندك في الأوتيل والفريبي يستعد إزاي قبل مواجهة أمبي وهل في اجتماعات تمت على مدار اليوم في ظل النهاردة عندك تم اللاعبين ناشئين موجودين في القائمة الرسمية اللي تضم بحوالي 22 لعب تمام يا محمد خلينا أقول لك احنا متواجدين في مقر إقامة فريق النادي الأهلي واستعدادات النادي الأهلي لمواجهة فريق النادي أمبي في الجولة الثانية والثلاثين لليئة دوري المصري خلاص بندخل في المرحلة الأخيرة بتوقع على نهاية المسابعة ثلاث لقاءات أمبي ثم بيرامدزي ثم طلائع الجيش بالفعل يا محمد زمانت قلت وجود تمنى لعبين من قطاع ناشئين بالنادي الأهلي وبالأمس كان فيه اجتماع ما بين مستر موسيماني والكابتن عمر أنور مدير فني الفريق الشباب ومستر مايكل بروكش مدير الفني لقطاع ناشئين بالنادي الأهلي والكابتن خالد بيبو وكان هناك بعض التنسيق وبعض يعني وضع خطة للعمل خلال الفترة القادمة أبرزها توحيد طريقة اللعب في قطاع الناشئين بنفس طريقة اللعب للمستر موسيماني محبب لين هو يلعبها مع النادي الأهلي ده كان أمر مهم جدا وكان حريص عليه جدا وأيضا بعض الكابتن عمر والقطاع الناشئين في النادي الأهلي الكابتن خالد رشح بعض اللعبين لفريق النادي الأهلي ومن الحاجات المهمة جدا يا محمد في الثمن لعبين الموجودين في التشكيل أو في القائمة النهاردة إن منهم أكثر من لعب بيلعب في أكثر من مركز يعني يا محمد برضو يعني أنا عايز نحط جماهيرنا ونحط جماهير النادي الأهلي في الصورة ونقربهم من الصورة دينا محمد ده مغربي ده لعب متخب مصري للشباب موليد 2001 بيجد اللعب في مركز قلب الدفاع ومركز الزهير الأيصر فارستار الموليد 2000 قلب الدفاع وأيضا بيلعب في مركز الزهير الأيمن عندنا شادر دوان بيلعب على الجناحين سواء الجناح الهجوم الأيمن أو الجناح الهجوم الأيصر حمد فخر أيضا يجد اللعب في مركز صنع الألعاب ومركز الجناح إلى جانب طبعا محمد شوكري واللعب عربي بدر طبعا بالإضافة لأحمد طريق سيمان ومن مصطفى أشوبير خلينا أقول لك أيضا يا محمد الاجتماعات يعني اجتماعات مستمرة وبرضو بعض النقاط يا محمد اللي تقدر تلمسها مع وجود مستر بيتسو موسماني كمديراً فني للناد لالي تغيير سيناريو اليوم أو برنامج اليوم بالنسبة للفريق خلال المعسكر يعني كنا متعودين دائما يا محمد إن واجبة الإفطار بتبقى في تمام الساعة الثامنة والنصف إلى العشرة الرجل عمل بعض التعدلات إن واجبة الإفطار تبقى في تمام الساعة العشرة صباحاً ثم واجبة الغداء في تمام الساعة الثانية ظهراً النقطة المهمة جداً يا محمد يعني بن بريزة وبنقلة تغيير معادل المحاضرة إحنا دائماً متعودين إن المحاضرة الفنية الأخيرة بتبقى قبل التحرك إلى ملعب المبراه بخمس أو عشر دقايق مستر بيتسو موسماني مغير توقيت المحاضرة إلى تمام الساعة الرابعة والربعة النهاردة عمل المحاضرة استغرقت أكثر من أربعين دقيقة كلم مع اللعبين طبعاً على بعض اللقاطات الفيديو للقاء الأخير أمام المقاولون العرب وأيضاً بعض اللقاطات لفريق أمبي في المباراة الأخيرة وعملية تصحيح الأخطاء محمد اللي مستر بيتسو موسماني حريص عليها مع لعبة الندلة لأنه يصحح الأخطاء عن طريق الفيديو تقدر تقول المحاضرة استمرت لمدة أربعين دقيقة بالنسبة أيضاً للاجتماعات محمد بعد واجبة العقب واجبة الإفطار كان فيه اجتماع جمع ما بين مستر بيتسو موسماني وكابيلو مخطط الأحمال وموسى متلابة محلل الأداء مع الكابتن سامي أمسون وكابتن سادة عبد الحفيز يعني تدع طول عقب واجبة الإفطار استمر الاجتماعات أكثر من نصف ساعة مستر بيتسو موسماني بيحب ملم جداً بكل الأمور عقب هذا الاجتماع كان في اجتماع ما بين الكابتن سامي أمسون مع دكتور عبد الرحمن سعيد طبيب التغذية في الناد الأهلي مستر فضل الحمد تمام فاروق أنا بشكرك شكراً عشان وقتنا وكل التوفيق ليكم بالتأكيد النهاردة عن تابع مباراة كبيرة لكن انتكلمت الجزء مهمة جداً ويلاقي علاقة بترتيب الاجتماعات وتغيير الموعد لأن كلهم درب ليستراتيجية وترائيه تعمل ومدة زمنية بيحب يقعد يتكلم فيها مع اللعب بشكر فاروق على كل هذه المعلومات والإيضاحات من فندق الإقامة وأخرج إلى فاصل وبعد الفاصل استكمال الحديث عن تريند الأهلي أهلا بحضراتكم جديد ومكملين بالتأكيد معكم مستمرين في الحديث عن تريند الأهلي والاستعداد لمباراة أمب اللي هتنطلق بالتأكيد بعد ساعتين ونصف من الآن طيب نكمل مع بعض ونشوف معنا إيه من صفحة المصري اليوم الرياضي بيتكلموا على أن فيه فكرة أن بيتسو موسماني يدرس الدفع بصالح جمعة أمام أمبي في مركز خط الوسط المهاجم بشكل عام خلال الفترة الحالية بيتسو موسماني بيدي الثقة لكل اللعبة وبيشوف جهزية كل اللعبين في الوقت الحال عشان يقدر يقيم المرحلة القادمة مين ممكن يكون موجود معاه في المباراة الإفريقية أو بشكل عام في نهاية الموسم إزاي يقدر يحضر لقايمة الموسم القادم لكن كلها أنباء لكن غير مؤكدة أو أخبار غير مؤكدة خلال الفترة الحالية نكمل معاكم برضو ونشوف من الحساب الرسمي لقناة الأهل على الانستجرام واتكلمنا على تاريخ مواجهات الأهل وإمبي في الدور العام واتكلمنا للأهل دايما عنده الغالبية أو كعب عالي على إمبي في الدوري أيضا كمان من صفحة في الجول على تويتر اتكلمت على تفوق أهلاوي في مواجهاته مع الفريق البترولي سبعة فوز للمارد الأحمر وإمبي تعادل في ثلاث مواجهات فقط ده نتائج آخر عشر مواجهات في الدوري طيب بسرعة أروح إلى أستاذ الأهل والسلام والزميل العزيز شريف شعبان موجود في أرضية الملعب للتجهيز والتحضير وآخر الاستعادات قبل وصول الفريقين ومبارات اليوم اللي هتنطلق إن شاء الله في الساعة السامنة مساء الخير يا شريف مساء الخير عليك زميلي محمد تحيتي لك وتحيتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل من أستاذ الأهلي والسلام وراءة الأهلي وإمبي لا تكون في ألسامنا مساء خليني الأول أنفرد لك بخبر يمكن وفد من الاتحاد الأفريقي لزيارة ملعب الأهليوي علشان خاطر الرخصة الأندية طبعا والأهلي يلعب مبارياته الأفريقية كلها على ملعب الأهليوي اللجنة مبهرك جدا بالاستاذ بالمدرغات بغرف الملابس بالغرفة الطبية المجهزة لتحليل كورونا أو لتحليل المنشطات كل حاجة في الاستاذ تم زيارتها في طبعا فتاقتها خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي والناس أشادت جدا بملعب الأهليوي وقالوا فعلا استاذ يوضاهي الملعب العالمية فيه كل الإمكانيات مفيش حاجة نقصة خالص في الاستاذ وممكن من الموافقة أو من الزيارة بطمنك وبطمن كل جمهاري النادي الأهلي بإذن الله هتكون المباراة الأفريقية الجديدة بإذن الله على ملعب الأهليوي قدامنا على الشاشة يا شيف طبعا اللي انفرضنا بيها على شاشة قناة النادي الأهلي مصبوط بناستعر وانت بتتكلم بكل اللقاطات الحصرية لأجيز زيارة طبعا وضم طبعا دكتور المنتخب دكتور محمد ابن العلاف فيه اللجنة الطبية نطمئن على الإجراءات الطبية والإجراءات الاحترازية داخل ملعب الأهليوي ممكن أشاد جدا بهذه الإجراءات الناس كلها أشادت به الملعب الاستاذ بكل حاجة في الاستاذ غرف الملابس اللي أشادوا بها جدا انت تخش غرف ملابس النادي الأهلي تلاقي كل بوكس أو كل دلاب عليه اسم لاعب النادي الأهلي طبعا الشغل ده ما تلاهوش غير في عندية العالم كله إذا كان الريال أو غيره يعني كل الملعب العالمية هتلاقي نفس الكلام ده موجودة في مصر طبعا في ملعب الأهليوي السلام دكت الزيارة اللي انفرضنا بها على شاشة قناة أنا شايف يا شريف على الشاشة على الملعب اللي بيستقبل المباراة شريف أنا شايف قدامي على الشاشة في وفد من اتحاد الكورة أنا شايف حتى قدامي في صورة حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات هل المسابقات وإدارة الترخيص هم المعنيين بالمتابعة مع الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن؟ شبه حسام الزناتي شبه 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 شوية وده من لجنة الألقاف شريف عبد الخالق كانوا تلات مندوبين اتنين شريف واحد تاني وطبعا دكتور محمد والعلي هم تلات مندوبين زيارة استمرت حوالي ساعتين ما كانش فيها خالص حد من اتحاد الكورة مصر لكن كان موجود مسؤول النادي الأهلي مع الوافد من الاتحاد الأفريقي خليني بقى طب منك على الملعب يمكن دخول الاستاذ حدث ولا حرج سهولة كبيرة جدا لكل الإعلاميين كل الصحفيين لكل المتوجدين في الملعب يمكن الإجراءات الاحترازية قوية جدا الكمامة لازم تكون موجودة قياس الحرارة تعقيم غرف الملابس تعقيم دكاك البودلاء كل حاجة في الملعب بتم تعقيمها عشان حرصا طبعا على سلامة لعب النادي الأهلي وسلامة لعبي امي وتمنى بإذن الله تكون السلامة للجميع يمكن غيابات النادي الأهلي كتير النهاردة ياسر إبراهيم إقاف طبعا باتجي أحمد الشيخ الشناوي سوبرستار النادي الأهلي رام الربيع محمول متولي معلول جيلارد ويمكن حاكم النهاردة أو تحكيم اليوم النهاردة حاكم ساحة محمد يوسف مساعد أول محمد عبد المجيد مساعد تاني محمد صلاح عبد الفتاح حاكم رابع محمد سيب بكر حاكم فيديو النهاردة نادر أمر الدولة ومساعده أحمد حامد فهيم بإذن الله رب النهاردة تكون مبرى مؤفقة للنادي الأهلي بإذن الله رب يكون أو تضاف سلاسة نقاط جديدة إلى رصيد النادي الأهلي سمعتك الناس بتتكلم أو سمعتك بتتكلم زميل محمد عن الممكن يبدأ مين صنع العاب صالح جمعة ولا وليد سليمان ولا أفشا يمكن الأقرب من الكواليس هو وليد سليمان عود لك من جديد أكيد شريف شعبان مرسل لقناة النادي الأهلي من ملعب الأهلي وي السلام بشكرك شكرا جزيلا وهذه اللقاطات الحصية لهذه الزيارة النهاردة من لجنة الاتحاد الافريقي مع إدارة الترخيص في اتحاد الكورة للإطلاع على البنية التحتية وجهزية ملعب الأهلي للبطولة الافريقية الفترة القادم كل التوفيه للأهلي يا رب في المشو AMP ونالنادي الأهلي النادي المصري اللي معاه الرخصة الرسمية من الاتحاد الافريقي مش السنادي من السنة اللي فاتت كل التوفيه يا رب للنادي الأهلي اخرج لفاصل وبعد الفاصل واستكمال باقي فقارات برنامج الترند أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الأخيرة من برنامج التريند طبعا في هذه الأسناء وفي هذه اللحظات وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية للإتحاد الإفريقي لقارة القدم نشر بشكل رسمي اختيار النجم المصري ونجم النادي الأهلي الكابتن مؤمن زكريا كسفير لنهائي دوري أبطال إفريقيا لتسليم الكأس للفائز بهذا اللقب أيضا تم اختيار النجم المغربي محمد التيمومي طبعا نجم القرى المغربية في فترة من الفترات سيكون أيضا موجود سفيرا في نهائي دوري أبطال إفريقيا لتسليم الكأس للفريق الفائز تم اختيار مؤمن زكريا ومحمد التيمومي طبعا مليون ألف سلام على مؤمن زكريا وكلنا سعداء بالحالة الإعلامية والحالة الجماهيرية في دعم مؤمن زكريا خلال الفترة الأخيرة وأيضا كمان تصدروا الإعلان الرسمي لتيشرت الخاص بمنتخب مصر اللي تم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة الماضية نفس الأمر محمد التيمومي النجم المغربي كان تعرض لوعة صحية جديدة جدا ألمت بالكل يعني كل الإعلاميين أو كل القرويين في المغرب كانوا في فترة من الفترات بيتطمنوا أيضا كمان على محمد التيمومي لأنه أجر عملية جراحية دقيقة جدا خلال الفترة الأخيرة لكن حالته الصحية حاليا أفضل كثيرا من الفترات السابقة فبالتالي الاتحاد الأفريقي نجم زي محمد التيمومي ونجم أيضا مصري أهلاوي زي مؤمن زكريا اللي اتنين هيكونوا موجودين في نهاية دورة أبطال إفريقيا كالصفرة لهذه المصابقة الأكبر والأعظم الأميرة السمراء لتسليم الفائز بدورة أبطال إفريقيا قدامناها على الصورة وعلى الشاشة مؤمن زكريا ده من الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي على تويتر واللي نشر أن المؤمن زكريا هيكون سفير نهائي دورة أبطال إفريقيا لتسليم الفائز الكأس نتمنى يا رب بإذن الله كل الأمنيات أن يكون مؤمن كنجم من نجوم النادي الأهلي يسلم الكأس للنادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي في هذه المباراة النهاية كلها أمنيات وكلها توقعات لكن في النهاية الكل بيشتغل عشان في النهاية يقدر يعمل نتيجة كبيرة ونتيجة موفقة ويسعد كل جمهور النادي الأهلي وأعتقد وأتمنى أن تكون هذه الرسالة رسالة قوية ودفع معنوية كبيرة جدا للعاب النادي الأهلي عشان لما يكون مؤمن موجود في الفاينال هو بيسلم الكأس يكون فيه تحدي وإصرار عند اللاعبين بيستلموا الكأس من أحد النجوم ومن زميل العمر مؤمن زكريا في نهاية دورة أبطال إفريقيا رب بإذن الله يكون لها أمنيات وتوقعات لكن أعتقد الصورة دي ممكن يكون فيها تحديات ودوافع قوية جدا تحديدا للعاب النادي الأهلي خلال الفترة القادم طيب عشان وقتنا بسرعة محتاجين نتكلم كمان في مشاكات للجماهير النهاردة كنا طرحنا سؤال على توقعاتكم لمباراة الأهلي وإنبي والناس شايفة توقعات مباراة النهاردة إزاي في ظل أن خلاص الأهلي حسم ذرع الدوري أول حاجة يوسف سنين بيتوقع فوز الأهلي بهدف مقابل لشيء واق الرضوان قال إن شاء الله وبإذن الله الأهلي فايز بالأربعة طارق فراج قال إن شاء الله 2-0 للأهلي محسن عبدالهادي قال 2-0 للأهلي إن شاء الله أيضا كمان بلالة شعبان ناجح بيقول 2-1 للأهلي إن شاء الله كريم السيد عامر 6-1 للأهلي إن شاء الله وفيه ضحكة كده بسيطة ربنا يكرم بإذن الله محمود عبدالعزيز زيدان إن شاء الله 2-0 للأهلي محمود شعبان بأمر الله الفوز للأهلي الغالي 2-0 كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في مباراته اليوم أمام إمبي هي كلها مباريات في إطار الاستعداد لمواجهة الوداد ونتمنى يا رب كل التوفيق لللاعبين والجهاز الفني الجديد بقيادة بيتسو موسيماني كلنا تفاعل كبير جدا بهذا الجهاز إن إن شاء الله يحقق طموحات ويلبي رغبات كل جمهور النادي الآن بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله ألتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى اللقاء شكرا وإلى الله